نبدأ ساعتنا الثانية حيث يهتم الكثيرون بوضع أهداف للعام الجديد وقد يركز الأزواج على وضع أهداف فردية وشخصية قد تتعارض مع أهداف الطرف الآخر لذا من المهم أن يضع الأزواج أهداف مشتركة تخص حياتهم الزوجية كأهداف وخطط لتربية أبنائهم أو أهداف أيضا لشراء منزل أو فتح حساب توفير مشترك أو التخطيط لعطلة سنوية لا طبع ما أدري شهر راح أخطط أخطط على توفير شخصية لا حساب مشترك ولا للمزيد تنضم إلينا في الستوديو أسماء الباكش مدربة تنمية بشرية معتمدة دوليا أهلا بك يا أسماء أهلا بك أهلا صباح الخير صباح النور أهلا بكم مروة مع ترضى أوكي بالتالي يبدو أن الأهداف فاشلة من قبل لا نبدأ بها أيهما أولا حتى الشخص يرضى أنا أم أنت أو أنت هكون واضحة على أساس أن الكل يستوعبنا اليوم لأنه في ناس كتير بتكون متحفزة قبل ما تسمع الموضوع بس خليكي واقعية ونكون واقعيين جدا وقعيين جدا بشكل عام يجب أن يكون عند الأزواج رؤية رؤية لنوعية الحياة التي يريدون أن يعيشوها أنت يجب أن يكون لديك رؤية واضحة ما الحياة الزوجية التي تطمحي أن تعيشيها الرؤية بتخلي الشخص بتحفز الشخص أنه هو يسعى ويرغب لتحقيق هذه الرؤية إحنا للأسف مجتمعاتنا خصوصا الفترة الأخيرة أصبح السائد هو أنه بنفهم الأزواج أنه اليومين الأولى عسل وآخرى بصل أنه أصبحت ثقافة فارتفعت نسبة الطلاق مع أنه أفضل علاقة ربنا جعلها في الدنيا هي العلاقة الزوجية هي السكن هي المأوى كثير مثلا تيجي تقول لهم أنه ممكن زوجك أو زوجتك تكون عاشقة والهانا فيستغرب عليك أنه الموضوع ده مستحيل أنه يحصل ولكن ممكن يحصل ممكن يكون الزوج عاشق والهانا وممكن الزوجة أن تكون عاشقة والهانا أنت ماذا تريدي؟ أنا مش محترضة على كل الكلام اللي أنت قلتين بس يمكن في ناس يعني تشوفي خبرات الناس اللي حواليك بتشوفي أحداث حصلت قدام عينيك من ناس مقربين لك أنه ممكن يقول لك يعني إحنا منشوف حتى تغريدات كتير من المشاركي يقول لك أنا عايزة تجوز الثاني عايزة تجوز الثالثة عايزة تجوز الرابع هو حر بس أنا أنت تبني حياة مع شخص واحد وكملي فيها للآخر عندك طموحات عندك أحلام عايزة تحقيقها معاهم أسألك أجعبك بسؤال لما أنت شوفي زوج وزوجة متزوجين لهم سنين وكبار وقاعدين جميع بعض بيديك شعور بالفرح والسعادة بتحس أنه قد إيه الحياة جميلة بس ما بقتش حالات كتير يعني يمكن فيها قلة المشكلة الثقاف تنظر لها أنه هذه سبع المستحيلات تحق لا مش سبع المستحيلات لا خليني أنا ليش أسألك أيهما أولا الأنا هي أو هو في أي تخطيط مستقبلي هناك أولويات من يضع أولويات الآخر في أهم الأهداف للسنة القادمة 2020 يجب أن تكون سنة خير علينا كزوج وزوجة أهداف من؟ شفت عادل أنت شلون حطيت السؤال دائما الفكرة السائد أنه أنا لما أتزوج أو أنا ماذا أريد من زوجي أو ماذا سيفعل لي زوجي أو ماذا ستعطيني زوجتي ما في ماذا أنا أعطي ماذا أنا ودائما الحياة الزوجية بتفشل وبتتعرض لكثير من الأزمات لأنه كل شخص أو كل طرف في العلاقة يكون اهتمامه منصب على نفسه ماذا سأحصل أنا من العلاقة الزوجية ولكن إذا أنت إحنا كلنا احتياجاتنا واحدة في الدنيا علي أنا احتياجاتي وإنت احتياجاتك كلنا احتياجاتنا الحب العاطفة احتياجات بشرية إنه نحتاج للحب والعاطفة والاهتمام والمودة والرحمة والاحتواء وكل الكلام ده فإذا أنت أو أنت كزوج بدأت تعطي سوف تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وضع اللين في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة اللين بيكسر الحجر طيب الأنماط السلبية اللي لازم نتخلص منها في حياتنا لبدء وضع أهداف يعني زي ما بقول لك على مية بيضة احنا هنبدأ صفحة جديدة ونبتعد عن الأنماط السلبية أنماط السلبية تلاتة أنماط بشكل عام أولا الانتقاد والدفاع دائما بيكونوا مرات الرجل والمرأة منهج في حياتهم منهج في التعامل أنه المرأة تنتقد أنت لبسك اليوم ما عاجبني لما تلبس فهو يبدأ في حال الدفاع لا لبسي حلو أنا ما لابعشانك أو العكس أوكي المبدأ ده لازم نتعلم لازم نكتسب لأنه من أقوى الأسلحة هي أن الرجل أو المرأة الزوجان أن يتعلموا كيف التواصل لازم يعرفوا ويطوروا نفسهم أهم هدف يتحطف في 22 كيف أنا أطور نفسي أني أعرف أتواصل مع شريك حياتي دي أهم نقطة النقطة الثانية اللي هي الاتهام والإنكار دائما في حالة أتهم والتاني ينكر النقطة الثالثة دي الأنماط السلبية النقطة الثالثة وهي أنه دائما الشخص بيحس أنه أنا المهم ماذا أعطيتني اللي هو الطلب والرفض المرأة تأتي للرجل أنت ما تحبني ليه ما بتقول لي كلام حلو ليه ما تعبلي عن مشاعرك في الرجل جوابه بيكون أنا أشتغل أنا أتعب أنا معناه أن أنا أحبك فده لم يجاوب على السؤال أو الطلب انسحب ليش انسحب ليش مش أنه هذه طريقة تعبير الرجل الرجل قد لا يعبر بعاطفة قد يعبر بالفعل بالفعل كلامك صح هذه اللي إحنا نبغى نقول عليها أنه نعلي التواصل نعرف نتعلم كيف نتواصل المرأة محتاجة كلمة واحدة بس أنا أحبك من غير هذا الشرح كله أيها صحة هي قالت هذا الكلام عشان تسمحك بس لحظة أمم أيوة صح لا المرأة إذا بدايتها أو أنا أحبك بعدها شاعة تعطيني شاعة تشتري لي طيب خلينا نكون واقعين أكثر بأنه اليوم يعني هناك من هم حديثي الزواج وهناك من المحاربين القدامى يعني كيف من الممكن أن نخلق على الأقل نغير هذا الفتور في العلاقة الزوجية ونضع أهداف جديدة للعشرين أهم الأهداف أنه نرجع الهوية التي تزوجنا من أجلها الزوج والزوجة يتزوجوا في الأول على الساس أنه نحن حبيبان عشيقان ولكن بعد سنة سنتين أنا الأم أنا الأب أم الأولاد وأبو الأولاد والمسؤوليات فتختلف الهوية لما نيجي يتكلم الرجل عن عشيقته أو حبيبته يقول لك أم أولادي أو زوجتي فيجب أن يكون من أهم الأهداف أن نسترجع الهوية التي تزوجنا من أجلها وده شيء مش صعب مش صعب إطلاقا إن شاء الله إطلاقا مش صعب شكرا جزيلا لك يا أسماء البكاش مدربة تنمية بشرية معتمدة دوليا شكرا جزيلا لك أنا رحطر أهداف إن شاء الله بإطلاقا